السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا قناة القليم وقت ان شاء الله اليوم سأعلمكم كيف تجلبون الآلات الثلاثة هذولي طبعا الآلات الثلاثة هذولي تعتمد من اضافة الجديدة اللي أضافها لللعبة فكل واحد منهم مسؤول عن شيء طبعا هنا مسؤول على ان لحبيت تبحث عن التنين اللي في يوب 11 لازم تستخدم هذا البوف لازم تشغل هذا البوف فحنطيك استعمال ثلاثة هبات من اللي اسي اسم سنزر تشارج كورستل طبعا اذا شحنتها واحدة تكفيك مدة ساعة لو حبيت انك يعني خنقوم مثلا لو كنت خلال الوقت هذا وقدت حبت وروني مثلا ودي اشحن مرة ثانية خلال نصف ساعة بحث ان اشحنها كاملة ما يمديك لو شحنتها اا في نصف خنقو رايي خنقوم مثلا راح مثلا من وقتها نصف ساعة وشحنتها واحدة انت تحسب انها تصف من زيد وحسبتها بساعة من زيد لا مجرد انك تشحن اعتبش احنا راحت عليك وهيكمن نصف ساعة ما علي لين ما تنتهي لا تشحن اكثر من وحدة اشحن بس وحدة بحث تشغل معك الخاصية وبالتالي تروح تفرم لي اشياء اللي عند تحتاجها طبعا الالة هذي فيها قسمين القسم التاحات فيها الاي تقدر انك تصنعه اا وتتعلمه بحيث يكون عندك تمام والشغنة هنا الثانية انك تتوى هذا الصندوق او تتوى زي تبرع وبالتالي تحصل على الصندوق اللي هو خاص بالفوجة دراغون ايكو فاغمين طبعا انه هو انك تتبرع ببطرة التنين عشان تتحصل على الصندوق هذا وتفتحه وطلع منه اا مورة معينة اا عندك صندوق هذا الوعده برضو هنا في بف خاص بانك تطلع بيضة معينة من اا من او 11 خاص بالتنين ثاني اا ايضا عندك هنا الاي برضو عندك هنا صندوق فتتبرع بالبيض حقه ومقابل الشيء هذا حقه نجيجل الاخر واحد هنا برضو بف اا عن بيضة للتنين اا عشان ايضا عندك تقس ولا فارم وهنا ايضا عندك الاي زي زيادة وعندك هنا ايضا صندوق اختصر لیا ارين طبع furom كلا هم لديها كل الثلاثة اجيبهم من هذه المنطقة حان نبع شوي بس كدا وانسوي الزوم بسيط وان نظ谢谢 آ volta الي هي هاذ المنطقة شافروا هذه المنطقة المنطقة بديدة هان يمكنك التفترق للاعل الحصولAR 3 الثلاثة كلها من هذه المنطقة بديدة Office 7. Ghana ليست فيجلة لصanche منطقة قوية عشان تقدروا التطلع على الآلات الثلاثة gold الن Leon 3 م result بسيط عليك ان يجعل المنطقة confronted me لديك منطقتين، منطقة الفوق والمنطقة التي تحت طبعاً إذا أنت جيت في المنطقة الفوق ستجعل أي وقت قدامك بحيث لين تطلع لك القطعة فأنا أفرم بعد شيء لين تطلع ل القطعة هذه وأيضاً سوف أفرم لتحت لين تطلع ل القطعة الثانية أو الألتين التي تطلع لها ننزل هنا لتطلع منطقة الثانية لتحت وتقتل حوش كلهم بعدين تطلع لك الآلة الثانية فخلونا أفرم شوفوا أنا عندي الحين عندي حالياً هنا حبة أنا قسمت من معي إذا كانوا معي أول قسمت وحضرت هنا حبة 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 أباقي أنا أفرم شوي زين من أفرم وخلص رح يجب أن أحصني هنا حبة ثانا غير الحبة من جديد هنا طبعاً مطلوب منك كلها تسويه أنك بس تجد العالم هذا أشوف اشتده أنت رمار كويس بس أرفع فيها الموفمت سبيد وبدأ فرم يا حبيبي فرم بطريقة هذي ما بعد أي وحش قدامك أقتل بطريقة هذي وستمر على الحركة هذي وقعت فرم شوي أقل من نص ساعة إن شاء الله ورح تحصلك اللي هي الآلة هذي وحش قدتني قبل لكن ما انتبعت تنجتني يعني ما مركزت على اسم في الكتابة ويعني وهي تنكتب اسمها يعني فعاود بالحركة هذي أي وحش يجي قدامك وشيلة طبعاً في مطرف ضعيفة حقتهم تكون مرضي ضعيفين خذك شخصية سوية تطلق من بلد بس هم شيء وزينة الطرقات الشدو هنتر أن تخترق الجدران أو أي مكان تغيب أن تحتاجه فمرة حلو الشدو هنتر في الفارم رهيب جداً ويلا بطريقة هذي زي ما يشوفون هنا وانا حين قاعدة فرم وقتل الحروش فجأة وانا قتلهم طلعت لي اللي هي الآلة هذي طبعاً في الفارم حصيت القطعة أو الآلة الثانية هنا في هذه المنطقة طبعاً ما طالت ممكن قاعدتها بقاعدة بعض دقائق وانا طلعت الآلة فمارس سهل فالحين بقاعدة لدي الآلتين هذولي الآلتين هذولي الآلتين هذولي ثنتين تقدر تجيبهم من تحت تنزل هنا وتقتل نفس الحر تقتل الحروش هنا إلى ما يطلعون لك اللي هي الآلة الثانية فاخرنا نبدأ فارم وهنا بعض وانا قاعدة قتل في الوحوش فجأة وانا قتلهم طلعت لي اللي هي القطعة الثانية اللي هي اسمها أاشن بلاست فلور كما ترون الآن قدامكم طبعاً فارم حصيت الآلة هذي اللي هي اسمها أاشن بلاست فلور طبعاً وانت فارم عندما قلنا هو في نفس العالم المنطقة الفوق ومنطقة التحت فالمنطقة الفوق تحصر فيها الذهبية هذي والمنطقة التحت تحصر فيها الآلتين هذولي بس اللي ما اكلنا عليك ومطلوب منك نقطقة فارم في العالم نستطيع اي وحش قدامك مزمي قلنا انه يفضل انك تلعب بشخصيات الشدوهانتك كشخصية امتازة في الفارم يعني بعد ما تغيروه في التحديث الجديد فابد فارم بطريقة هذي اللي هي ما تحصر الآلتين هذولي او خنقود ثلاث الآلات هذي اتمنى ان المقطع اعجبكم انشاء الله هي المقطع القادم يسركم العافية ومع السلامة لا تنسوا من اللايك والاشتراك تكون عافية والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة